تعال نشوف احنا ازاي ممكن نكاية من جوه. انا دلوقتي جوه الكونتكت موديول هعمل الكونتكت جديد. هدخل البيانات بتاعته. دلوقتي احنا حاولنا ندخل بعض الانضامي داتا. هدوس على سيف. هتعمل لي اي ضايقة على طول على اللي فيها البيانات بتاعت الكونتكت. من هنا هستقرر لغاية ما اوصل لزوه ديسك. يعني ما تجيش تعمل هنا لان دي طويلة جدا فهتاخد معك وقت طويل. لا احنا هنيجي على السايفان اللي على طول. وهقول له عايز اوصل لزوه ديسك. هلاقي في بيانات قريدي نزلة وفي حاجات انا محتاج ان انا ملاها. كل الكلام ده جاي من الريكورد بتاعي. نحط حاجة زي كده. وهنا الستيتوس والتيكت اونر. ده باي بيفولت هيبقى اوبن وانا اكاونت بتاعي. وهنا حاجي في اعملها هاي. ونقول اللي جاي منها دي او ده اسف. ولو عايز اعمل ديو ديت. وهنا اللي احنا قلنا ممكن نكاستمايز الكلام ده على حسب الحاجات اللي احنا عايزينها. فانس ان انا اخدت الدياتا بتاعت ودخلتها السيستم من اي بتوعي. هدخل اجاية هنا هتوصل للسابورت. اللي قعد على زوهو ديسك. وهنشوف دلوقتي ازاي. هنعمل جاتلي على طول دي من زوهو ديسك. دي مش جاية من زوهو سي ام. دي بتاعتي لو شفت هلاقي مايو خالد اهو. هتخل جواه. عنده واحدة وهي القصة هنا تتساوي مع ان انا لو واقف هنا. وقتلو اتكت ابتديه تملى البيانات. ده الكلام ده ممكن يتعامل من اه على طول. وطبعا مش عايزين ننسى الجزئين المهمة اللي هي بتاعة الاسايمين. طب التيكت دي هتتبقى اسايمين جميل. هنسايف. من هنا ممكن نيجي على طول ننزل على زوهو ديسك. ومش لازم استخدم ده لو حابب ممكن اكاية التاكت من دي. تعالوا نفترض ان الكونتنت هيبقى فيه كلمة ادميشن. وهخلي التاسك بتبقى بتاعتها ميديوم. بتاعتها ممكن نقول ده كان ايميل مسلا. كوستيون. هدوس على بتاعتنا. هلاقي التاكت اونر بقى مين? بقى الادميشن تيم. بقى تيم ما بقاش شخص دلوقتي. فهو دلوقتي على التوزيع بقى لما تدخل على التيم دي. مين اللي هيخدها جول تيم دي قصة تاني. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.